جزمات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشاخ القزواني المتعلقة بتمكين المرأة وحمايتها وتضمن سياسة قطاعنا الرامية إلى استقرار ورفاهية الأسرة ومكافحة العنف الأسري من خلال تعميم جميع النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق المرأة على وجه الخصوص وعلى تعزيز نفاذ المرأة إلى القضاء والدعم القانوني وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الآلية بالتنسيق في تعزيز الوقاية وتحديد جميع إشكال العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا من خلال تآزر العمل بين جميع الهياكل العمومية والخاصة والمدنية وهذه الآلية يرأسها السادة الولات وبعضوية ممثلين من مختلف القطاعات المعنية بإشكالية حماية المرأة والفتاة مثل وزارة العدل وزارة الداخلية والمركزية الشرطة وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وزارة التهذيب الوطني وزارة الصحة وزارة الصحة موسيقى